أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس نفذه النظام الإسرائيلي بدعم من الحكومة الأمريكية وأضف بيان للحرس الثوري أن إسماعيل هنية اغتيل بإطلاق قضيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنها نحو سبعة كيلو جرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته مع تعايل التكهنات بقرب الرد الإيراني على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بدأت تهران في اتخاذ عدة إجراءات داخلية في إطار ردها على الخرق الأمني الكبير الذي واجهته إثر اغتيال هنية الإجراءات شملت اعتقال أكثر من عشرين شخصاً من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة يديرها الجيش في تهران وذكرت تقارير أن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس السورية تتولى التحقيق وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية الاغتيال وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البروتوكولات الأمنية قد تم إصلاحها بالكامل في اليومين الماضيين لكبار المسؤولين كما تم تبديل المعدات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأن بعض قبار المسؤولين تم نقلهم إلى مكان مختلف وقبل أيام قليلة من اغتيال هنية قال وزير الاستخبارات الإيراني سيد إسماعيل الخطيب لوسائل الإعلام المحلية إن إيران فككت ودمرت شبكة من المتسللين من الموساد وسببت ظروف اغتيال هنية حرجا كبيرا للاستخبارات الإيرانية وأجهزة الأمن والذي جاء في وقت كانت فيه العاصمة تهران تحت إجراءات أمنية مشددة مع مراسم تأدية الرئيس الجديد مسعود بزشكيان اليمين الدستورية